جملة مهمة وجه بيها الرئيس النهاردة في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس وجه باطلاق مبادرة بالتعاون مع مين؟ مع الجامعات الدولية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة طيب هذه المبادرة ايه؟ هي رعاية عدد من المتفوقين من ولادنا اللي في الصعيد علشان يدرسوا في هذه الجامعات الدولية والعالمية هنا بقى هذا التوجيه بيجي ازاي؟ بيجي في شكل متصق شديد التلاحم مع سياسة الدولة المتعلقة بإتاحة المجال لكل المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية بصرف النظر عن الشرائح الاجتماعية للاستفادة من الفرص في أفضلها والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية فما بالك بخدم التعليم جامعي دولي عالمي متميز يحصل عليها ولادنا المتفوقين المستحقين من أبناء الصعيد ده بيعكس ايه؟ بيعكس اهتمام الدولة بالتعليم بشكل عام التعليم الجامعي بشكل خاص توفير فرص قدر الإمكان لأهلين من أي مكان من أماكن مصر العظيمة في السبعة وعشرين محافظة عدم تركيز الفرص عند مثلا القاهرة أو اسكندرية أو وجه بحري بيعتبروا الأقرب إلى القاهرة لأ لازم الصعيد يكله جانب المتفوق الذي يستحق يحصل على فرصة عادلة في أنه يتعلم فأرقوا أدخن جامعات في مصر اللي هي بالأساس جامعات معمولة بقى بمبادرات تعاون مع جامعات دولية أو فروع لجامعات أجنبية وأوروبية موجودة عندنا هنا في العاصمة الإدراك الجديد ده اللي بيعكس لك إزاي الفكرة تتحول إلى خطوات عملية على الأرض